خلينا نروح وانتبع مع حضراتكم فيلم تسجيلي عن الثروة الحيوانية في مصر والمشروعات اللي تمت مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وتطويرها وتحسين انتجات السلالات ونرجع لحضراتكم على طول برؤية قيادة سياسية اتخذت من العلم منهج عمل ومن التخطيط أسلوب حياة حجم رؤوس اللي يمتلكها الفلاحي مصر الاثنين مليون دول لو اتغيروا اتخذوا الاثنين مليون دول والدينة للفلاحين اللي هي النوع اللي بيزيد ده أخش على الأسرة دهية وقوله أنا حديك راس أو اتنين الراس أو اتنين دول يبقى هو الدولة مع المجتمع المدني قدرت تغير حياة الناس بمنتج يزود انتاجه وخفر تكلفة هذا الانتاج ثم أغير حياة الناس وهو حلم كبير قوي بس مش كبير علينا ولا على المصريين وتسارعت خطط الدولة للاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وصناعتها التكميلية وبكده أصبح أمل الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني نموذج قابل للتضييق فكان الانطلاق نحو آفاق جديدة تحقق الأمن الغذائي عبر عشرات الصروح الانتاجية الغذائية الشركة الوطنية للانتاج الحيواني أحد القلاع الانتاجية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي أقامت تسعة وعشرين مزرعة منها واحد وعشرين مزرعة تسمين وتمن مزارع حلابة سهمت في ضبط أسعار منتجات اللحوم والألبان وتوفرها بمزايا تنفسية وجودة عالية وحماية السوق المحلي من الاحتكار إنجاز اتحقق بسواعد 8000 من العاملين المتخصصين بالإضافة إلى 50 ألف من العمالة غير المباشرة وهنا بتكمل مصر الطريق بتحقيق حلمها لسد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان ضمن مشروع المليون رأس ماشية واللي بدأ بتربية 200 ألف رأس منها 180 ألف من عجول التسمين وعشرين ألف من الأبقار الحلابة وبكده استمر العمل بملء الأمل حتى نجحت في إنشاء المزيد من مجمعاتها الجديدة ومن بينها مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات نطاق إنتاجي يضم خمس مزارع حلابة بقوة 5000 رأس تنتج يومياً 150 طن من الألبان فضلاً عن مزرعة تسمين إنتاجات مزارع الحلاب كما يتسع المشهد لمستشفى بيطري ومبنى للتلقيح الصناعي انتهت الشركة من إنشاء المركز العلمي البيطري للأبحاث ليضم 29 معملاً تشخيصياً وبحثياً ضمن أجنحة رئيسية للتحسين الوراثي والجراحة والتجارب ذات الأمان الحيوي يضاف إليها معامل متخصصة في البحوث الصيدلانية والبايو كيميائية والأغزية والمياه ومراقبة جودة الأعلاف فضلاً عن منظومة للتعقيم ومزرعة بحثية وقاعات دراسية ومناطق إدارية نصل إلى منطقة شمال التحرير بمحافظة البحيرة حيث يقع مجمع الإنتاج الحيواني رقم 6 واللي بتتسع مزارع الفرعية الأربعة لتضم 20 ألف رأس تسمين بطاقة إنتاجية 10 تلاف طن من اللحوم الحية في الدورة الوحدة مستشفى بيطري ومزرعة نباتية ومناطق إدارية ترجمة نانسي قنقر ونمضي قدماً إلى محافظة الوادي الجديد وبالتحديد الواحات الخارجة حيث يقع مجمع الإنتاج الحيواني رقم 7 واللي بيضم مزرعتين بيتسع لعشر تلاف راس تسمين بطاقة إنتاجية 5000 طن من اللحوم الحية في الدورة الوحدة كما يتسع المجمع لمستشفى بيطري ومناطق إدارية وترفيهية إلى مدينة سفاجة على شاطئ البحر الأحمر يتجلل معنى الشامل للتكامل في مشروعات الثروة الحيوانية بإنشاء المجزر الآلي المتطور بطاقة إنتاجية 320 رأساً في الوردية وبالإيقاع المتسارع يتواصل العمل للانتهاء من إنشاء حزمة من المشروعات الجديدة ومنها مجمع للإنتاج الحيواني والألبان بمدينتي الحمام ووادي النطرون وبكده مصر بتواصل طريق النجاح بافتتاح المزيد من المشروعات في مختلف القطاعات وسط سباق لا ينتهي مع الزمن حقاً إنها إرادة شعبية لأمة أبية تخلق من التحديات مزيداً من الفرص الواعدة من أجل حل جديد اشتركوا في القناة